هذا ما تبقى من مدينة الموصل التي تقول الحكومة في بغداد إنها عادت لسيطاتها بعد عمليات عسكرية شرسة ضد تنظيم الدولة أحرقت الأخضر قبل ليابس لا تبدو الحياة طبيعية هنا رغم عودة البعض من الأهالي فالسؤال الأبرز الذي يتكرر على ألسنتهم وفي حياتهم اليومية هو مصير آلاف المفقودين الذين لم يستطيعوا الوصول إلى حقائق عنهم أو عن أماكنهم رغم العديد من المناشدات التي تقدبوا بها للسلطات في بغداد وأربيل أكثر من ستة آلاف مفقود تقول لجنة التقصي الحقائق النيابية إن مصيرهم لا يزال مجهولا رغم مرور نحو عامين على بدء عمليات استعادة المدينة وما رفقها من عمليات بحث قام بها الدفاع المدني ومتطوعون من الموصل لانتشال الجثث وما اصطدموا به من موقف الحكومة المتفرج عليهم وعدم إيلائها الموضوع ما يستحقه لكن قضية المفقودين لم تقف عند هذا الحد حيث يكشف الناتق باسم لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عبد الرحيم الشمري دخول ما سمها عصابات على خط الأزمة تبتز عائلات المفقودين والمعتقرين بآلاف الدولارات بزعم تقديم معلومات عن مصيرهم ويتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة بالإهمال في التعامل مع ملف مفقودي الموصل الذين اختفوا قبل وبعد انطلاق معركة استعادة المدينة فما الفائدة من إعلان عدد المفقودين بعد عامين من غيابهم يقول ذوهم في وقت لم تتمكن الحكومة من الكشف عن مصيرهم ولم تقدم الطعوضات لذويهم بالتوازي مع تقارير نشرتها وكالة أسوشت البريس تؤكد أن ثلث الضحايا سقطوا بيد تنظيم الدولة والثلث الثاني بقصف جوي للتحالف أو القوات الحكومية المدعومة بميليشيا الحجد بينما يبقى الثلث الثالث مجهولا بحسب تلك التقارير التي تشير أيضا إلى أن تعجيل التحالف والحكومة في بغداد بالمعركة واستخدامها سياسة الأرض المحروقة أسهم في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين على يد من يدعون تحريرهم لكن يبقى مصير أولئك الذين اختطفتهم الميليشيات أو ألقت عليهم القوات الحكومية القبض هو الغاية الأهم لأن فرصة الحياة أمامهم ما زالت قائمة إذا أحسنت الحكومة النواية وعملت بصدق من أجلهم ترجمة نانسي قنقر